مشاهديني الاعزاء اهلا معكم صورة سعيد بدنا النهاردة بيتكلم عن لفة الطرح طيب مبدئين كده قبل ما اتكلم في اي حاجة اول ما هتقوه اول ما هقولك لفة الطرح انت هتبص على طرحي بتقولي يا جا تتكلم يعني باب النجار مخلع انا عايز اقولك ان الساعة ستة الصبح انا لسه ما دمتش دي مش لفة الطرح قصة لابسة زي مش عارف اسمها تلبيسة كده بلبسها وانا قصة لابسة بانترون بيجاما ولابسة النظر عشان تخب بنصف وشي عشان انا شكل مرهق قوي فلو قلت في جوه نفسي كده اه لو الفيديو تلع تريندي يعني ولا الناس كتير اش هفوهم عني ده مش هيحصل اصلا عشان ما حصلش قبل كده يبقى شكل محترم شوية والهالات السوطة مش باينة قوي اعتقد ان انا يعني مش باين قوي غير مناخير وبوقي صحي كده فيلا بينا طيب انا عملت تصويت على قناة اليوتيوب بتاعتي وقلت لهم يا جماعة انا عايز اتكلم على لفات الترح الحرام ولفات الترح اللي متصحش ولفات الترح اللي هي طلعة تريندي بس هي اصلا مش لفات ترح فقلت لهم اعملها ولا مانيش دعوة قالولي اعمليها يا صورة فانا عملتها بس قبل ما اعمل الفيديو ما حدش شزعا مني ولو حد بيعمل لفة اللي اختبوت ولا لفة هوجن اللي انا هقولهم كمان شوية ما تزعالش غيريها طيب اولا العام مش في الناس اقسم بالله العامة في الناس العالف البلوجر اللي بتعمل الحاجة وتقول دي طالعة تريندي وطالعة عموضة انت لو عملتها بيأشيك حاجة والبنات بتقلدها والبنات اللي بتقلدها دي في منها قسمين قسمي بيبقى عارف ان هي حرام وبيعملها يقول هيجات عليها ما البلد كلها بتعملها وفي قسمي بقى مش عارف ان هي حرام وبيقول ان ده تريندي بقى وموضة وعايزة بقى شكلة حلوة ومش عارف ايه فهي عموما اللي انا هتكلم فيه ده النهاردة ده لفات طرح مش حجاة ده مش حجاة ماشي فتعال بقى نشوف اول لف الطرحة معي اول لف الطرحة لفة هوجن دي كانت بنت قاعدة عادية خالص لبسة الحجاب عادي وفجأة شافت مصرعة هوجن اعجبت بشخصيته جدا رح تجابت لفة هوجن الطرحة ولبسيتها فانت اللي عزة تعمليها هتروح للمتحل للطرح وتروح عايزة اشاربة هتقول لك اشاربة يتعطي توصيف له اول ما تقول له اشاربة هوجن هوا هيفهم على طوق هيجيبهولك هوا بس هيبقى ناقلتك السكسكة السفرة وهتبقي تمام التمام لك انت تخيالي بقى ان انا كل ما بشوف بنت لفة الطرحة دي بول عليها هوجن اما بها الزارش عشان هو الوحدة اللي كان بيعملها لجا على لفة الطرحة التانية وهي لفة محمد هنيدي وهي مشابهة للفة هوجن بس ما عليك ان انت تبقي راحة بها المصيف ولبس عليها الشرطة اصفل واتشغل وغنية كاجولو والكاجولو ببراحتك ولبسيها لك انت تخيالي برضو ان انا اول ما بشوفك بافتكر ساعدي في الجامعة الامريكية وبافتكر الفيلم كله فانت بصراحة بتخلينا افتكروا ذكريات ان اذا دي الفيلم كان جميل وهو حلو فالخلاص تجوز منا زكي في الفيلم وكده فهو فيلم حلوة قوي تالت لفة وهي لفة الاختبوت ودي لسه طلعة تريند ولسه طلعة موضة الايام دي كل الناس بتعملها وهي ايه عبارة عن الاختبوت اسم الاختبوت من فوق والطرحة نازلة كده او دي كستيتها ايه صار كستيت ان كانت في واحدة بتصيف في جمصة الاختبوت جلسوعها فهو اثر على تفكيرها جبت جدا رحت عملت اللفة دي من هنا ورايح فهي اتسمت لفة الاختبوت فانت كل ما بشوفك بافتكر جمص على طول لان جمصة مليانة اختبوتات واناديل بتلاسوع كده فبافتكرك على طول ببعد عنك بحس ان انت هتلاسوعني في ايه وقت فليه برضو رابع لفة معي وهي لفة مستوحية من لفة هوجن ولفة الاختبوت دي بتبقى ايه بقى واحدة اتمكنت من لفة طرحة فهي بتعمل ايه بتقول جايبة لفة هوجن من فوق والاختبوت من تحت بتلوني بقى براحتك اختبوت شفاف اختبوت لونه ابيض اختبوت لونه الماضي انت بقى بتنوعي بتشوف بقى القطقم بتاعتك ماشية ازاي ويه بتعملية انت بقى بتبقى متمكنة ايه بقى تعملها انت بش بتمكنة افاما ممكن تلاقي فجأة الاختبوت لوحده او هوجن لوحده فانت حاول تركزي وربطي طرح كويس من وره هنيجي بقى بقى هنيجي بقى 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 خاصة انا هيسة تخفى الله عزيزي يا مراضي هنيجي بقى بقى على اللفة اللي بعدها وهي لفة ايه امش هقول لفة حلويات وهي لفة الودان كل الناس معروف ان عندها ودنين ليه بقى تبيني ودنك من الطرحة وتلبسي طرحة ودنك باينة ليه تبيني نص نص الودانك من الطرحة اذا كان انت لفها كده او لفها ورا يعني والله العظيم احنا عارفين انت لك ودين وبعارفين ان انت بنوطة وبتبسح الان ايه لازمتها بقى انت تبيني ودنك وحلقك ما ايه بقى احنا نفكر في الصح يعني نفكر في الصح ليه نعمل كده يعني انا مش فهمة برضو مش عارفة مش عارفة بجد هنيجي بقى على لفة الطرحة اللي بعدها وهي لفة الطرحة الكحكة دي كانت واحدة جعانة رحيتعملت الطرحة كده او بيو 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 رحيتعملتلي كحكة كده او طلعة طبعا انا هتكلم في نقطة معيانة ان هي اصلا كده كده لفة الطرحة دي ده مش حجاب واللي عاملها هو عارف يعني في بيو جهة مشهورة بتعملها هي قيلت ربنا يقويني ان انا غير لفة طرحتي بس المشكلة بقى في البلاد اللي مبتعش تعملها بس هي مصميها وتعملها يعني الكحكة بتطلع معاك مش كحكة الكحكة بتطلع معاك كده حاجة خلطبتها بالصالصة فوق دماغك طب ليه يعني كده اكسم بالليه عارفة لما كان بيجينا ضربة شمس ونحطين العصاية المقاشة كده هو ونقض نلف 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 هو بالضبط ده اللي بيحصل طب ليه ضيب ليه الناس يشوفي كلولي بيه يا حبيبي طمك يا بنت عندك صداع ليه بقى نيجي بقى نتكلم على لفة تانية وهي لفة للطرحة الصايبة ان انت بتبقي صايبها كده خالص يضوبك بس يعملها كده هو كده هو وصايبة انت الطرحة دقيقتين وبتقعد تزحلق 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 وتبقى عبارة عن طرحة خليجي كده مبين القصة كلها يضوبك الطرحة الكحكة بس هي اللي الطرحة لماها ويسربها لو عندك عيل يعني هيشدها لك كده هو فجأة هيقوله عليك ايه ده ده خلعت الحجاب طب ليه بقى ليه برضو بقى يعني ليه نعمل في نفسينا كده ليه نعمل في نفسينا كده فيه فيزيون اللي عملته قبل كده عن لفات الحجاب والطرح وغلط بس كده هبتكلم على طريقة اللبس فلانت بتوعي تشوفيها هترجعيلو دلوقتي بتكلم على لفات طرح بس انا بيتشوفت لفات طرح غريبة بجد يعني يعني الرقبة بقت كلها باينة الودن كلها باينة القفة كله باين اه كل حاجة باينة يعني حتى الشعر فيه ناس بقت بتربس الحجاب دلوقتي من اول هنا هي القصة كلها شكلها ببقتش من الحجاب باين القصة طبعة بقت طبع الحواجب باين مش فاهمة وخاصة موضوع خلص انا بتكلم في نقطة لأ اقسم بالك انت عارفين اللي خلينا عامل الفيديو ده ان الناس دي اللي بتعمل لفات اللي خطوط وهوجن ومحمد ينادي الناس دي اصلا بيتطريعوا على لفات الطرح العادية يقولوا يا اي انت روتينية اوي يا اي انت ببتفهميش في الترند انت ببتفهميش في الموضة ويطاعوا صداقتهم يعني انا واحدة صاحبتي شافت رفعت طرحيتي اللي هي مش شفافة ولما نفسي وانا ماشى في الشرع اي ده انت بصي مش ترند خالص انت زي بتعمل الفيديوهات يوتيوب بس انت طرحيتيك عاملة كده اي من المفروض اعمل خسر اعمل شعر خسر الصفرة وبينها من تحت الطرحة ولا اعمل اي ما قوليلي اعمل اي ايه البيت ده بيتشكلمها تاني اصلا الموضوع اتقطع ببيني وبينها ايه عايزة انا لبس طرحة شفافة يا حبيبت امك ازاي انا لبس طرحة شفافة لبسها ليه قصد يا شفافة اصفع فلوس على طرحة شفافة ليه بس الفيديو بتاعي الخيص يا رب يكون عقبك الفيديو ما تزعليش مني ما تخيلش حد يقول عليك هوجن ولا خطبطة في الشارع ليه تجيبي لنفسك الكلام سيبك من الناس شو اسفكري في ربنا ربنا قال لعن الناس وحذرنا من الحجاب الجاهلية قالوا ما تقلدوش الجاهلية الجاهلية كانوا بيعملوا طرحة عليك يتفهم وخلاص يعني ربنا اصلا حذرنا في القرآن ان احنا ما نعملش اللفات دي انت ممكن ما تكونيش عارفة النقطة دي ممكن تكونيش عارفة النقطة دي ممكن تكونيش واخدة بالك مش كل حاجة هنمشي ووراها في الموضة انا بلاقي ناس وقسم بلالا بس انتوا راح على نص يقوم النص يقوم ببقى كده ولابسة طرحة انت كوعك ويدك دي يعني انا مش فاهمة انا مش فاهمة يعني احنا سبنا الي الناس الجاهلة ما انا مش فاهمة الناس اللي كتلابس الحجاب محترامين من عشر سنين الحجاب بيقعد يقل 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 اللي كتلابسة طرحيتين بقى تلابسة طرحة بقى تلابسة بندانة بس البندانات دلوقتي بيتلبسوها كده ويمشوا بيها كده عادي مفيش طرحة فوقيها اللي بيتحجب بقى الايام دي بيتحجب صح يعني بشوف بنات بتبقى لسه محجبين جداد بيتحجبوا صح لان ان هما فعلا مكتنعين ان هما متحجبين صح لكن اللي كانوا متحجبين زبان هما شكلهم نسيوا الحجاب مثلا بيتعامي الزيق او هما زيقهم الحجاب فواحدة واحدة يا معلم كده عشان امي ما تاخدش بالها انا امي لو انا خلعت الثلاث طرح مرة واحدة هتاخد بالها لا انا اشيل طرحة في الثانية في الثالثة مش هتاخد بالها تدريجيا كده لحد لما الطرحة تبقى مغطية كحكة بس شوية تنزل على القفية قريبها كفية او ده اللي بيحصل والله العظيم يعني مفيش اقتن من كده ربنا يهدينا ويا رب يا رب يعني سبتنا على حجابي يا رب وما بقاش من الناس اللي هما يقولون ما لا يفعلون يعني نفسي ربنا يهديني ويسبتنا على حجابي ويعني انا كنت تبقى لبس دايق طولاتي بقيت تلبس واسع ليه نحس ان احنا ممكن نموت في اي وقت انا ممكن في اي وقت موت فاموت وانا رضي ربنا حتى لو انا حس انا رضي ربنا يعني مش عايزة مش عايزة توفى مش عايزة موت وانا هبعمل حاجة وغلط كنت تلبس وراطين دا يا ده اللي تلبس وانا تلبس واسع خالص بيتلبس جيب وفساتين ربنا يهدي سبتني وملبيش وراطين تاني ولبس فستين يعني الدني تبقى ماشي كده يعني نحاول حتى كل ما بنقبل مفروض نعلم مش نتجنن يلا بايبو